أعلن تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والعزب التابعة للوحدة المحلية لقرية معصارة ملوي في جنوب محافظة المينيا يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتماشياً مع جهود التحالف الوطني وفقاً لخطة الحماية المدنية والتي تم وضعها لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات من خلال أعمال التحالف الوطني في محافظة المينيا قامت جماعية الأمان بتركيب أكثر من 3000 حالة مياه خلال الستوش أشهر الأخيرة نختار الحالات في الكرة والنجوع الأكثر فقراً لمستوى محافظة المينيا في جميع مراكز محافظة المينيا